قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباع الخير يا مصر النهاردة خلونا نروح للأمية نتعرف منها على أخبار المرور والشوارعiene رؤية سباع الخير عليك يا لامي سباع الخير عليك يا شازلي وسباع الخير عليك يا جمانة وسباع الخير على كل مشاهدين في كل مكان مشاهدين خلونا نستعرض مع حضرتكم جولة مرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي هنبتدي من محافظة القاهرة لو بدأنا مثلا من ميدان التحرير هنلاحظ وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة وفي شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية كبيرة وفي الكورنيش هنلاقي سيولة مرورية من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد كمان الكورنيش المتجه لمؤسسة في سيولة مرورية أما كبري أكتوبر هنلاقي عليه كثافات مرورية متقطعة ووصلة لحد غمرة أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي فيه هناك سيولة مرورية فيه كمان كثافات تانية في الاتجاه العكسي التاني الكبري أكتوبر ومحور النصر وصولا للمنصة كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا لحد الدائري لو رحنا محافظة الجيزة وبالتحديد من شارع ترسة بيشهد بعض الكثافات المرورية وده طبعا بسبب غلق شارع الهرم في الاتجاهين كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة اما محور صفت علي كثافات مرورية بتزيد طبعا في اتجاهنا لجامعة القاهرة اللي جاي من الدائري المنيب ومتجه لميدان لبنان او المهندسين يفضل انه يسلك محور الفريق كمال عامر وده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور لو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محاطة المريوطية والحد الطلبية كمان بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة في نزلة البحر العظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء بعض الكثافات اعلى الدائري المريوطية لمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدايا الاهرام وصولا لميدان الرمية هنروح لمحافظة الاليوبية ولو انت جاي من محافظات الدلتة زي المنوفية مثلا وبتستخدم الطريق الاقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرى بنها الحر علشان ما فيش عليه اي كثافات ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار لو طريق منطقة شرق القاهرة او حتى لو جاي من داخل المحافظة نفسها وقادم من الزراعي بتظهر هناك بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكنها اصبحت اقل من المعتاد كمان بيشهد الاتجاه الاخر كثافات متقطعة وده وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب اي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع اي زهور زحام مروري للمركبات كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي امام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات لكن محور عفوا مطلع كبري اها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة وده بسبب اعمال الصيانة اللي بيشهدها الكبري في الوقت الحالي انتظمت كمان حركة سير السيارات عفوا بطول كورناشي نيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنع مرياض وده وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية خلونا نروح لمحافظة فورسعيد هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع معدى بعض الكثافات نتيجة معتادة في ساعات الزروة الصباحية طبعا زي الشارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو وساعتها نروح لطريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطاقس النهاردة الطاقس النهاردة هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية كمان فيه نشاط للرياح على بعض المناطق فيه كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال السعيد درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 درجة أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة وانتبع مع حضرتكم الطاقس بالتفصيل بعد شوي